موسيقى مشاهدين مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأسبوع وضيفنا اليوم وجه بارز في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ضيفنا اليوم ناضل مبكرا من أجل قضايا العدانة ومنها القضية الفلسطينية وبرز اسمه في الدفاع عن حقوق المهاجرين وذاكرتهم واندماجهم ووثق في أشكال مختلفة إسهاماتهم التنموية والفكرية في بلدان الاستقبال وتميز في انتقاد الاستغلال السياسي لقضايا الهجرة والتوظيف الانتخابي لمشاكل المهاجرين في المجتمعات الأوروبية خصوصا ضيفنا اليوم يحمل على كتفيه عقودا من السعي بين ضفتي المتوسط نحو بناء الجسور بين الوطن الأم ودول الاستقبال ونحو تحقيق المعادلة الممكنة والصعبة معادلة الاندماج في بلدان الاستقبال وصيانة الروابط متينة مع الوطن هذه الهجرة اليوم تدبيرها وإشكالاتها تعرف تحولات وتعيش تحديات متعددة تدفع إلى تجديد آليات التدبير والمقاربات المعتمدة والسياسات العمومية المنتهجة ضيفنا اليوم السيد دريس اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج سيد دريس اليازمي أهلا بكم شكرا على السدافة مرحبا بكم شكرا لتلبية الدعوة ويرافقونا أيضا في هذا الحوار الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في القانون والاقتصاد أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا بكم مرحبا قبل أن نبدأ هذا النقاش نقترح عليكم مشاهدين الكرام هذا البورتري لريس اليازمي رئيس المجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليازمي وليد مدينة فاس عام 1952 برزت اهتماماته الحقوقية والمدنية مبكرا لما انتقل عام 1970 إلى فرنسا ليستكمل دراسته بمدينة مارسيليا نشط لفائدة القضية الفلسطينية وساهم في تنظيم وتوحيد تشكيلات العمال العرب درس اليازمي في سياق سياسي فرنسي تعتمل فيه تيارات فكرية متناقضة وحصل على ديبلوم من مركز تكوين واستكمال تكوين الصحفيين بباريس في عام 1987 كان عضوا مؤسسا لجمعية جينيريكا المتخصصة في تاريخ الأجانب والهجرة في فرنسا ليصبح بعد ذلك مندوبها العامة خلال هذه الفترة كان إدريس اليازمي فاعلا ومشاركا في عدد من الإنتاجات الوثائقية والمعارض حول فرنسا وقضايا الإسلام والمهاجرين وتاريخ المغاربيين في فرنسا وبالمثل كان إدريس اليازمي مشاركا في تحرير وتنصيق العديد من الإصدارات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وإسهامات الهجرة لفائدة المجتمع الفرنسية فضلا عن كتاباته الصحفية الملتزمة لفائدة إشكاليات حقوق الإنسان والهجرة وغيرها شغل إدريس اليازمي عدة مهام ومواقع حقوقية في المغرب فقد كان عضواً بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعضواً سابقاً لهئة الإنصاف والمصالحة وفي عام 2007 عين جلالة الملك محمد السادس إدريس اليازمي رئيساً لمجلس الجالية المغربية بالخارج والذي يتولى رئاسته إلى اليوم كما عين إدريس اليازمي عام 2011 رئيساً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تولى قيادته حتى عام 2018 رحب بكم مشاهدين الكرام من جديد نرحب بكم أيضاً سيد إدريس اليازمي طبعاً نتحدث عن ملف الهجرة خارج الفترة الصيفية الآن طبعاً هو موضوع في الأجندة هناك تفكير هناك طبعاً اهتمام ما هي حالة الهجرة الآن الهجرة المغربية الجالية المغربية للخارج هناك الكثير من الحديث عن التحولات ما هي حالتها التحولات الأساسية أولاً النمو الديمغرافي المستمر في أواخر القرن الماضي كان عدد مغربة العالم أقل من مليون الآن نحن حوالي 6 ملايين هناك تأنيت 50% الآن من مغربة العالم مغربيات العالم هناك كذلك تأنيت ولكن كذلك بروز الأجيال الجديدة للأطفال المهاجرين الذين لم يهاجروا من المغرب والسمى الأساسية والتحدي الأساسي كذلك هو الانتماء المزدوج لهذا الشباب التي تطرح على المغرب عدة تحديات جديدة هناك كذلك النمو التقافي السوسيو التقافي لمغربة العالم الآن مغربي على خمسة مستوى جامعي يعني بكر وليز زائد 6 سنين يعني دراسة جامعية وهناك كذلك الآن العولمة يعني هناك يعني يمكن وهذه آخر سيمة أساسية هناك انتشار يعني لابد تقول مزدوج انتشار في المجتمع المغربي في كل فئات المجتمع المغربي وكذلك انتشار على المستوى العالمي معنى انه مبقوش عندنا مناطق معينة مثلا في المغرب هي التي تصدر هجرات يعني تاريخين كانت ثلاث مناطق هي اللي كانت يعني مناطق منذ بداية القرن العشرين اللي كانت يعني يعني مناطق الهجرة المغربية السوس الريف والشرق الآن يعني أصبح كل فئات المجمع وكل مناطق المغرب يعني مراكز تصدير يد عاملة وهناك كذلك فئات جديدة مثلا الأطفال غير مرافقين أو مثلا الآن الشيوخ الذين أخذوا التقاعد يعني كل يوم عدد المتقاعدين المغربية في العالم يزداد بالألاف يعني ولهذا يعني كذلك هذه ظواهر جديدة لا بد بيأخذ الاعتبار الوجهات أيضا في أوروبا لا تزال هي نفسها تقليديا أوروبا يعني الآن 80% من مغاربة العالم في أوروبا ولكن في كل دول العالم الآن في أسيا في أمريكا اللاتينية معلوم في أمريكا الشمالية وكندا إذن في كل مناطق العالم هناك تواجد مغربي نزال يعني يمتسل إلى 20% ولكن في نمو متصاعد مستمر طبعا هناك هذا الحديث عن أنه هناك تحديات مرتبطة بالأجيال الجديدة جيل الثالث جيل الرابع هناك شيخوخات الأجيال التي ذهبت كانوا يعني نتحدث عنهما على أساس أنهم مغاربة فقط وليسوا مزدوجية الجنسية الآن هناك هذا التحول هل يؤثر على العلاقة العامة للجارية المغربية بي الوطن الأم مسألة الارتباط الاستفار إلى المغرب وأشياء من هذا القبيل أم لا بسرعة هناك إحدى المميزات الجارية المغربية بالخارج يعني استمرارية الانتماء ولكن هذا لا ينقص يعني من حجم التحدي لأن هناك في نفس الوقت مسلسل الاندماج في المجتمعات الإقامة في المجتمعات الأصلية الآن هناك ضغط على هذه الأجيال الجديدة الاختيار وطن الإقامة وأظن أن هذا الحدي كذلك مطروح على المغرب وعلى المجتمع المغربي لابد أن نقبل يعني هذا الانتماء المزدوج يعني أظن أنه لابد أن يعني نرافق هذا الشباب في سقوية العلاقة مع المغرب في بناء أنواع جديدة من العلاقة ممكن سنتكلم على التحويلات المالية لكن ممكن أن نختارع مع هذه الأجيال الجديدة أنواع جديدة من العلاقة ببناء علاقة جديدة أخذ مثل صغير لما كان يعني الزلزال يعني الذي يعني هز الإقليم الحوز لاحظنا أن هناك عشرات وعشرات البلديات في أوروبا التي فتحت أبوابها أمام الجبعيات المغاربة بمبادرة من المنتخبين من أصل مغربي منتخبين يعني من كل الأحزاب السياسية في أوروبا وهذه مثلا ظاهرة جديدة وممكن أن نبني عليها يعني النوع الجديد من العلاقة مع أبناء الجالية طيب شكرا لك أستاذ دريس يازمي أستاذ بادر الزاهر الأزرق لربما لأول مرة أسمع في حديث لربما وتقدير وبشكل عام أنه نحو ستة ملايين وقد يكونون ستة ملايين وربما قد يكونون أكثر أكثر في سنوات قليلة مضت كنا نتحدث عن خمسة ملايين أكيد ما الذي يمثله هذا الوزن من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية من ناحية التنموية أيضا أكيد أكيد هذا الرقم كما أشعر الأستاذ يازمي قبل قليل أنه أصبح في وطيرة متسارعة جدا حسب تقارير الأمم المتحدة هي تتحدث لأنه متوسط لمهاجرين المغرب الذين يخرجون من المغرب بين 1990 حتى 2020 هو خمسين ألف شخص كل سنة يعني هذا رقم كبير جدا وهذا يوحي اليوم أنه مدى الطلب للعملاء المغربية لأنه كما أشعر الأستاذ يازمي قبل قليل في حديثنا قبل انطلاق البرنامج أنه مسألة سهولة الاندماج مسألة المهنية مسألة القرب الجغرافي مسألة الكفاءة ومجموعة من الأشياء أخرى هي كانت محدد رئيسي فأنه دائما الطلب كان كبير على يد العاملة المغربية وإلى اليوم يعني هذه غير أسابق قليل لكن هناك مجموعة موزراء من ألمانيا ومبعد الدول الأوروبية من أجل عقد مجموعة من الشركات مع المغرب من أجل جلب يد عاملة مغربية مؤهلة وخلاص أنه حين كانت تكلموا على الطلب على يد العاملة راح تعطي طلب على يد العاملة النخبوية الأطباء المهندسين المغاربة حتى اليوم الطالبة لأنه الهجرة عدد كبير من المهاجرين اليوم كانوا يمشون مجرد طالبة من أجل الدراسة وبعد ذلك يقومون بتغيير وتحويل مصارهم من طلبة إلى مقيمين إلى حاملة الجنسية اليوم إذن هذه الدينامية اليوم الدينامية المتصارعة أيضا مع هذه الدينامية أخرى الدينامية التحول لأنه الهجرة سنة 1965 حتى المنتصف السبعين يسيئة كانت موسمة بأنه الهجرة للقطاعات الصناعية الكبرى القطاعات المنجمية وغيرها من بعد هذه الفترات تحولت ورجعت للقطاعات الفلاحة وغيرها واليوم كان شاهدوا موجهة جديدة لنخب المهاجرة ليس فقط الوجهات التقليدية اللي هي أوروبا إيطاليا هولندا وغيرها ولكن عدنا وجهة جديدة اللي هي كندا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها واليوم كنتكلمتي على ستاة المليون عندما نتكلمه من غير وجهات التقليدية عدنا مهاجرين فكثرة من انبياء بالد في العالم وبالتالي هذا كيف تلبينا واليوم هذه المهاجرين اليوم ما بقوش فقط يدعم بسيطة إنما أجيال جديدة الأجيال الأولى كانت تتحدث العربية بدون مشاكل كانت مرتبطة أو الأمازيغية أو الأمازيغية أيضا بشكل متين جدا الآن أجيال جديدة نشأت في بلدان الإقامة وتعتبر نفسها أيضا مزدوجة الانتمام لكن بالنسبة للمغرب أي عرض ثقافي يقدمه لهذه الأجيال الجديدة التي تطرح بشأنها إشكاليات مرتبطة كيف سيتم تدبير العلاقة معها على مستوى الهوية وبصراحة أن هذا السؤال الأساسي الآن المطروح على المغرب وكيف المساهمة ومواكبة الاندماج في مجتمعات الإقامة مواكبة الاندماج وتانيا يعني كذلك الحفاظ على العلاقات أو إعادة بناء علاقات جديدة وفي هذا المحور أظن أن العرض ثقافي المغربي يعني من جهة يعني هناك لما تقول مقاربة يعني مزدوجة هناك يعني عرض ثقافي مثلا كمثل المغرب هو البلد الوحيد الذي نظم كان ضيف شرف معارض معارض الكتاب في سويسرا في بلجيك وفي فرنسا خلال عشر سنين الأخيرة المغرب هو الدولة الوحيدة التي نظمت أكبر معارض للفنون التشكيلية في معهد العالم العربي بباريز تم يعني يعني تمديد تمديد بالضبط شكرا يعني مدة العرض هذا المعرض للفنون التشكيلة المغربية المعرض على الفنون الإسلامي اللي كان في متحف اللوف من تنظيم المغرب من أكبر المعارض يعني التقاليد والفن والترات الإسلامية إذن عدنا قدرة وهناك رواق مجلس الجالية المغربية الخارج في كل معارض الكتاب منذ 15 سنة من أجمل الأرويقة وهناك يعني هذا الكتب التي يعني أمامي كتب تبين يعني كذلك قوة الإبداع داخل الجاليات المغربية إذن هذا هو التحدي الأساسي هناك مجهود كبير ما الذي تقدمه هذه الكتب التي لديك الآن الآن يعني بصراحة بالنسبة للمجلس الجالية المغربية بالخارج هناك سياسة يعني دائمة للنشر يعني لتعريف يعني العام المغربي بإبداعات الجالية المغربية بالخارج وفي نفس الوقت لتقديم إلى الجالية والأبناء الجالية يعني أشكال من الثقافة المغربية بكل تلوعاتها ولكن الأساسي إحدى المقترحات التي قدمناها في هذا الميذان هو إنشاء يعني وكالة مغربية للعمل الثقافي في الخارج هناك الآن ثلاث مراكز ثقافية مغربية ولكن لا يمكن أن هذه المراكز الثقافية أن تغطي كل يعني بقاع العالم ولهذا يعني نقترح إنشاء وكالة عمل ثقافي مغربي يعني تكون عندها هدفين تعريف بإبداعات الجالية وتعريف بالثقافة المغربية في أوساط الجالية أنا لدي فضول العناوين من أجل استكشاف ما لديك الآن من كتب هذه الكتب ماذا تجسد هذا مثلا كتاب يعني فيه سبعة كاتبات مغربيات يكتبنا بالفرنسية يعني سننشر بعد أسبوعين كذلك سبعة كتب للكاتب المغربي المرحوم محمد خير الدين هذا الكتاب مثلا كتاب حول رواية يعني مصورة لمؤلف مغربي في أمريكا عمر بوم عضو الأكاديمية المملكة المغربية وهذا كتاب يعني اللي أظن يمثل الآن لابسك العلاقة المغرب مع الجارية وما وقع في قطر الفريق المغربي الذي أنجز ما أنجزه في قطر أنجزه يعني خليط من من مغاربة العالم ومن الشباب الذين تم تدريبهم في المغرب إذن لابسك هذا مثل ممكن لي يمثل شنو يمكن نعمله مع كل يعني الأجيال مغاربة العالم الآن المشهد الاقتصادي المغربي راح تتعائدت الفوصفات أو غيرها أو الفلاحة في لحظة بلغة 8 مليار الدولار تقريبا رقم المعاملات السنة والسنة الماضية يعني هذا الأرقام اليوم تضع تحويلات المغاربة العالم في صدارة المشهد الاقتصادي المغربي بل هي كما سميتوا في مجموعة من الحلقات تطوقونا جاتي الاقتصاد المغربي لأنه لكي تكون عندنا سيولة أشراء مليار الدولار كانت تسأمل لنا أكثر من 6 أشهر من الحاجيات المغربية من الواردات فهذا كان رقم غير مصبوق ما نسوش نزيده كذلك من جهودات الجبارة خلال فترة كورونا حين توقف الاقتصاد المغربي كانت الجالية لازلت تحافظ على صبيب ووطيرة منطلما منطل فوقات من العملة الصعبة نحو المغرب هذه المسألة بالضبط التي أشرت إليها سيد بدر أزرق حاول بنك المغرب أن يفهمها وأن تفهمها الحكومة أيضا لأنه كان هناك نمو متثارع جدا لتحويلات مغاربة الخارج كيف تفهمونها أنتم أبساط أولا هناكثير عالمي لنمو وتحويلات تحويلات كل الجاليات على مسؤول العالم تضعفت أربع مرات في 20 سنة الأخيرة وكذلك تحويلات مغاربة العالم هناك ظاهرة معروفة عن دباعيسين وأنه لما تكون أزمة في مجتمعات الخيامة هناك تضامن أقوى من طرف جاليات الجاليات المهاجرة يعني العكس لما تكون أزمة هناك تضحية أكبر من طرف عضاء الجاليات مغاربة العالم أو جاليات أخرى لمساندة لتضامن مع المجتمع الأم هناك كذلك الظاهرة التي أشارها الأستاذ هي ظاهرة كذلك أن الهجرة لازالت مفسوعة في تقديري أنا يعني شخصيا هناك حوالي كل سنة على الأقل على الأقل 15 ألف مغربي يهاجرون بطريقة شرعية نتكلم كثير على الحريق ولكن هناك كل يوم هجرة نظامية جديدة التي تساهم كذلك في استمرارية التحويلات مسألة التحولات التي يعرفها المغرب اقتصاد المغرب الثقة في اقتصاد المغرب الاستثمار في المغرب أيضا عن صرح بصراحة أنا أظن أن إحدى الأسباب التضامن واستمرارية العلاقة واستمرارية الانتماء والإحساس بالانتماء هو المشروع المغربي ككل هناك منذ 20 سنة على الأقل في كل ميادين سياسيا واقتصاديا هناك إصلاحات هناك حركية هناك دينامية هناك صورة تجذب مغاربات العالم وما يقع في المغرب يشكل كذلك منبع فخر لكل الجاليات المغربية ما يقع في أوروبا الآن فيما يتصل باكتساح نزعات اليمين المتطرف في عدد من الدول هناك أيضا توقعات واحتشرافات أن اليمين المتطرف أو عمليا ندخل روايدا روايدا نحو عصر يمين متطرف أو شيء من هذا القبيل هو صراحة يعني أكيد هناك هذه التحولات يمكن تشكل مصدر خوف وقلق ولكن في نفس الوقت هناك عند النخب الأوروبية يعني وعي قوي جدا بالحاجة إلى الهجرة هناك في كل دول أوروبا سياسات رسمية لجلب الكفاءات إذن وهناك حتى بحضور اليمين المتطرف يعني هناك عملية تسوية الأوضاع في إيطاليا تحت الحكومة الحالية الآن باليمين يعني من خوصة الذي كان يسمى باليمين المتطرف الإيطالي إذن هناك يعني السياسة هي سياسة هي الخطاب والواقع ولكن هذا لا يعني أن المجتمعات الأوروبية لن تعرف يعني فترات توتر وأنه يمكن يعني في بعض الحالات تكون الجاليات المغربية وجاليات العربية والإسلامية بصفة عامة ضحية هذه التوترات في بعض المراحل أو في بعض المناطق إذن الوضع يعني مزدوج وهذا يطلب كذلك تقوية العمل الجمعوي داخل الجاليات المغربية في أوروبا طيب سيبدرزاه الأزرق طبعا هذا الوضع الذي أشارنا لحالة الجالية المغربية في الخارج بهذه التحديات كلها تفرد طبعا عدد من الأسئلة وهي التي ربما دفعت إلى فتح ورش التفكير في السياسات العمومية المنتهجة في ما يتصل أو لفائدة مغاربة العالم وتطرح إشكاليات المواكبة المرافقة التشريع الصحة التشريعية تواصل معهم تجاوز المناسباتية في التعامل نحن اليوم أمام هذه التحولات لا سواء المجتمعية في المغرب والتي عندها ارتباط كذلك ما يجدل الآن في أوروبا التحولات الكبرى عن المشهد السياسي والاقتصادي وحتى اليوم التحولات على مستوى الأسر المهاجدرة المغربية لأن في السابق كانت نوحة تحدي لا نلتفت إليه كثيرا أن التغييرات التي احترأت على الأسر المغربية التي في السابق حين كانت تواجر كانت أسر ممتدة وبالتالي كانت العلاقات هي علاقات قوية مع الداخل مع الأسر الداخل المغربي اليوم التغييرات التي عرفها المجتمع والتحول نحو الأسر النووية تحول نحو الفردانية تحول نحو أنماط الاستهلاك الغربية اليوم أصبحت تؤثر شيئا على رابطات المغارمة فيما بينهم في الخارج أو في الداخل وهذا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي يجب تطور مجموعة من الأليات الميكانيزمات الجديدة حتى تواكب التحولات المجتمعية لطراءات اليوم على التنظيمات المجتمعية لمغاربة العالم وذلك لمغاربة الداخل يعني الأليات القديمة ممكن نستمر ونشتغل بها لخدمنا بها عشرين سنة وثلاثين واربعين سنة إذن اليوم نحن مدعوون لتفكير في ورش جديد تجديد الأليات والأليات اليوم كتمر حتى لي أن اليوم عدنا تأثير التكنولوجي اللي هو يمكننا نعتبره أنه سلاح دوح الدين ولكن الجانب الإيجابي دي له أنه يعطينا آلية جديدة من أجل ربط جوصور جديدة مع مغاربة العالم في واحد الأماكن اللي كان من الصعب أننا نوصلوا لها خاصة في أمريكا الشمالية وفي بعض البلدان البعيدة اليوم اللي عدد فرض الجالية بدأك يرتفع بشكل كبير هذا من جهة ثاني شي أن المقاربة كيف قلت أننا ندعوين لجديدها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة اليوم الهجرة اللي أصبحت نخباوية خاصة في المجموعة من الدوب حتى الأمريكا الشمالية ربما كانت تكلموش عن هذه الدعملة عادية كيفما كانت في السابق لدينا نخب اليوم وهذا النخب كتمشي بالفكرة تمشي بالفكرة أنا غير رجع للمغرب أو غام بقاع عندي رابطة قوية بالمغرب بل كتمشي باش تستقر و تندمج وبعض المرات تدوابان في هذه المجتمعات إذن كيفاش نحن اليوم سنجددوا الآليات ونواكبوا هذه الدينامية وهذا التطور نواكبوا أيضا هذه التحديات على مستوى السياسات العمومية اللي نشوف اليوم أن الحكومة تبدل مجهود كبير وتوضف جميع الآليات اللي عندها بما فيها اليوم الآلية الاستشارية اللي يمكن أنها تختارح مجموعة من الحلول لمواكبة هذه التحولة الجديدة اللي طرأت تعلم شهاد الهجرة في المغرب شكرا لك سيد بدر زاهر أزران في هذا السياق أيضا هناك تمفصل مهم جدا وهو خطاب جلالة الملك محمد السادس في مناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2022 طرح أسئلة ماذا وفرنا للجالية من أجل الارتباط بالوطن هل إطار التشريعي المؤسساتي هو ملائم يأخذ بعي الاعتبار خصوصياتهم المساطر الإدارية التأطير الديني والتربوي اللازم هل خصصنا لهم المواكبة كانت في الواقع أسئلة شمولية وتعطي الانطباع أنه نحن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة معينة في تدبيرنا وفي تعاملنا مع هذه المسألة كيف تبدو لكم أنتم بسرعة حسين أولا لابد بتذكير أن هناك منذ بداية التسعينيات القرن الماضي إحدى خصوصيات المغرب هو بلورة تدريجية لسياسة لاتجاه الإجراء ويعني كل أغلبية دول الجنوب يعني لم تأخذ بعلا اعتبار هذه القضية في ذلك الوقت إذن كان منذ 1990 كان يعني بداية كذلك في بلورة مشهد مؤسساتي يعني مؤسسات حسن ثاني مؤسسة محمد الخامس لتضامن يعني المجلس الجاري المغربية والخارج المجلس العلمي للمسلمين في أوروبا إلى آخر إذن وكذلك عملية مرحبة التي أصبحت كذلك منذ بداية هذا القرن عملية أساسية هذا المشهد يعني الخطاب جلالة 8 كان واضح لابد من تقييم عمل كل هذه المؤسسات وإعادة بلورات حكامة جديدة لكل هذه المؤسسات يعني وكذلك منذ بداية تسعينية هناك آلية حكومية مركزية إما وزارة أو وزارة يعني منتدبة كذلك لابد من تفكير على هذا المستوى هناك الآن يعني مسلسل من النقاشات هناك يعني عدة أعمال عدة دراسات يعني الآن وأدول أن وصلنا للمرحلات يعني بلورة يعني سيازة جديدة وحكامة جديدة فهذا الإطار بالنسبة للمجلس الجالية مغربية من الخارج لابد يعني أن الحكومة تقدم مشروع قانون للبرلمان يعني وبلورة مجلس يعني كذلك يوائم يعني يواكب كل هذه التحولات التي تكلمنا عليها أنت فيما يتصل بدعوة جلالة الملك أيضا إلى مراجعة للآلية المؤسسية الخاصة بالجالية يعني لابد من بلورة قانون كما يعني ينص على ذلك الدشتور كانت هناك إذن دينامية بعد خطاب جلالة الملك يعني هناك عدة تجليات لهذه الدينامية مثلا كان تنظيم يوم دراسي واستشارات جهوية مع وزارة التعليم العالي يعني لدراسة دور الجالية المغربية والكفاءات المغربية في إصلاح الجامعة المغربية كان هناك يوم كذلك دراسي مع عشرات الكفاءات المغربية كيف ممكن أن تواكب الجالية المغربية مشاريع الصناعة في المغرب كانت عدة يعني دينامية كثيرة جدا أظن أن هناك الآن وعي يعني أقوى منذ خطاب جلالة الملك هناك يعني أظن كذلك تعبئة لم تكن من قبل تعبئة عارضانية لكل وزارات والتي قدمت يعني في عدة ميادين مخترحات ومشاريع هذه الأسئلة كانت أيضا بمثابة رجل التصورات التي كانت لدينا سائدة فيما يتصل بالهجرة عملية مرحبة فصل الصيف هل نحن لربما نتجه نحو إطار آخر في العلاقة مع الجالية كون أن الأسفار لم تعود فقط في الصيف هناك تحولات لربما أظن أنه معنيين أنتم بتقديم إجابات عليها لا معني مثلا كذلك لابد كذلك نتذكر أن هناك يعني نتكلم عن الفئات النخب ولكن لا بد أن نذكر بأن هناك فئات هشة داخل الجاليات المغربية ولا بد من إعطائها اتمام خاص يعني مثلا يعني الأطفال الغير المرافقين يعني القصيرين الغير المرافقين أو الشيوخ مثلا المتقاعدين أو النساء يعني هناك فئات كذلك من النساء هناك فئات من مغاربة العالم المتواجدين في دول يعني إفريقيا ما بعد الصحراء أو الدول العربية لا بد كذلك من يعني أخذ بي عن الاعتبار خصوصيات هذه الجاليات إذن لا بد من تقوية الحماية لا بد من تسهيل يعني العلاقات الإدارية ولا بد كذلك من يعني بلورة يعني مجهود أكبر في إدماج الكفاءات في كل مشاريع التنمية في المغرب سنت إلى هذا النقطة أيضا ولربما نفتح فيها قوس في عجالة أستاذ بدر زاهر الأزرق طبعا هذا التحول الذي لربما هو بمثابة فاصلة جديدة في تدبير المغرب لمسألة الهجرة فإي اتجاه يصير برأيك أكيد أظن بأن ما أنجز الشيء الكثير أني عشرين سنة من العمل اليوم عندنا رصيد قوي من المؤسسات التي تشتغل سواء المستوى المركزية أو المستوى الاستشارية أو التمثيلية وغيرها ولكن مجموعة هل سنحافظ على السبق في إطار حكامة الهجرة الذي كان لنا في بداية السنوات الألفين أظن اليوم جزء من النقاش هذا النقاش هو يستبق أيضا حتى لأن المرحلة التي وصلنا لها في هذه 20 سنة بعد دول عدو وصلتها بالغاة نحن اليوم هذا النقاش الذي لدينا في المغرب هو نقاش صحي نحن ندفع ونحن نحاول أن تكون لدينا حتى ندرسة بقية الأمور لأن نحن نتكلم على مآلات الهجرة في العشر سنين أو في العشرين سنة هذه ندرسة الشرافية وكن نظر بأن اليوم المملكة المغربية كتتفرض بررؤية السنشرفية والحديث على مسؤالات الهجرة ومسؤالات المهاجرين للمغاربة نتحدث عنه في كلا الاتجاهين الاتجاه الأول ما حاجات المغرب لأبنائه في الخارج نحن بحاجة اليوم إلى هذه التحويلات اليوم التي تخلقنا توازع لمشاهد المكر وقتصادي في المغرب ونحن بحاجة إلى هذه الطاقات من أجل أن تعود إلى بلدها وأن تساهم في تطور المملكة المغربية وأظن نداء صاحب جلالة كان واضح في هذا الإطار وهنا مجموعة من سياسة اليوم القطعية لكزد مجهد الرؤية وأشار الأستاذ الأزمي إلى مجموعة من الوزارة التي اشتغلت وكان ذكر وزارة التعليم العالي على مستوى المشاورات الخاصة بالإصلاح من دوم التعليم العالي فكان هناك مشاورات خاصة بالجهة للتاش كيف ما كان سميها واللي كانوا عدد كبير من الخبراء اللي ساهموا في إغناء والترصية التجربة المغربية واليوم لباب مفتوح أمام الخبراء والأساتذة المغربة في الخارج من أجل القدوم المغرب وتدريس من داخل الجميعات المغربية إذن اليوم السياسة القطعية واخدها هذا الرؤية والرؤية الاستشرافية اليوم كاينة والنقاشات كاينة ولكن نريد أن نمر بسرعة من مرحلة النقاش إلى وضع التصورات إلى وضع الآليات لتنزيل هذه الآليات لأن اليوم الوضع الاقتصادي في المغرب بحاجة إلى الأبناء ديالو والأبناء المغرب في الخارج بحاجة إلى المغرب من أجل حفظ على الهوية مقومة الهوية الأمازيغية والعربية بحاجة إلى المغرب من أجل دعمهم على مستوى الحضور بحاجة إلى المغرب كذلك من أجل دعمهم على مستوى القيم والترابط إذن هناك مصلحة متابدة لخصنا نمر باش نفعله لكان الأمر كذلك هل نحافظ الآن في هذه المرحلة على السبق الذي كان للمغرب ربما أو التميز الذي كان للمغرب في محيطه لمسألة تدبير مسألة الهجرة أم نحن نفقد الوقت؟ لا بصراحة ممكن الحرية في تقييم لكل الفاعلين ولكن أظن إحدى المميزات المغربية في هذه الفترة الأخيرة وكذلك الأخذ بعد الاعتبار على المستوى الجماعات الثورابية يعني إحدى نتائج الخطاب الملكي والدينامية التي تخلقت من بعد الخطاب الملكي هو بداية تفكير الجماعات الثورابية في إدماج المهاجرين وفي إشراك المهاجرين في سياسات تورابية كان في مارس 2023 تنظيم يوم دراسي مع جمعية جهات المغرب بين المجلس الجالي المغربي وخارج وجمعية جهات المغرب كانوا لك كذلك بحضور عشرات جمعية تثنمية لأن مساهمة مغاربة العالم في تثنمية في المغرب ليس فقط على المستوى الكفاءات الكبرى ولكن كذلك في كل المشاريع الجمعوية التي كانت في كل مناطق المغرب وكانه بعد ذلك توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية جهات المغرب ومجلس الجالي المغربي على أساس الاستمرار في توعية الجماعات الثورابية بأهمية إدماج الهجرة في كل المشاريع الثورابية تنظن هذه إحدى المميزات ما مستوى تعبئة مجلس الجالية في هذه المرحلة التي هي مرحلة تستنفار في الواقع في التعامل مع المسألة هل هو يتسم بالحضور أم بالغياب؟ صراحة أنا أظن أن هناك لما أقارن عمل كل مجالس الجاليات هناك حوالي 20 مجلس جالية في العالمة ليس فقط المجلس الجالية مغربي الخارج والمجلس الوحيد بين قوسين الذي كان ننظم لقاء بين كل هذه المجالس هو المغرب أظن أن المجلس المغربي حضر ونشيط نسبيا لكن لابد من تطوير العمل ولابد كذلك من إدماج يعني أخذ على الاعتبار قضيتين على الأقل يعني الخروج من المحور الفرنسي المغربي تصور تقليدي عن مسألة الهجرة يعني هناك يعني بالعدة ظروف تاريخية يعني حضور حتى دهني دي المحور الفرنسي المغربي أنه الهجرة المغربية موجودة في فرنسا يعني عمليا يعني يمكن يكون اهتمام أكبر ولكن يعني طبيعي ومشروع ولكن لا بد تنظن المجلس وكل الجهات المغربية المجتمع المغربي والدولة المغربية ستخذ على الاعتبار هالتنوع هالتنوع ليس فقط رأي تنوع لغوي لكن رأي تنوع ثقافي وسياسي والاجتماعي اللي يخصونا نخذه على الاعتبار وثانيا يعني إشكالية الأجيال الجديدة يعني الشاب مغربي طفل مغربي اللي كان في عمره عشر سنين لما أنشئ مجلس الجهرية المغربية بالخارج أنا في عمره خمسة عشرين سنة إذن لابد يعني من سياسة جديدة ومجهود أكبر بصراحة أنا كان عندي وحد الأسبوع الماضي كان عندي ثلثيين في باريس وثلثيين في بركسل في مهمة يعني تلقيت خمستاش مغربي ومغربية لم أكن أعرفهم من قبل في كل ميادين سينما فن واحد شرطي إلى أخير إذن هذا المجهود تطلب كذلك ممكن حضور أقوى في دول الإقامة طيب هذا الحضور أيضا يستدعي أيضا تحديات ومسألة الاستفادة من الكفاءات المغربية وما أكثرها في الخارج في تحول تنموي الذي تعرفه المملكة بقيادة جلالة الملك هو أيضا تحدي صعب والبعض يقول بأنه يطرح أسئلة هل بالفعل الحكومة والسياسات العمومية قادرة على وضع عرض جذاب لهذه الفئات باختصار شديد أكيد كما قلنا المعطى ليس جديدا منذ مدة طويلة أظن بأن مجموعة اليوم من القطاعات الحكومية هي مدعوة وفتح المجلدية فتحت المجلد مجموعة من القطاعات تعطيت النموذج هي قطاع التعليم العالي ومجموعة من القطاعات الأخرى خاصة ما يتعلق بالصناعة وغيره ولكن اليوم خاصة نفعله هذه الأليد لأننا ما زالت هناك مجموعة من العرقي التي توعيق خاصة مسألة قدوم الكفاءة إلى المغرب والاستفادة منها مسألة تحويلات المهاجرين إلى المغرب مسألة تحويل كذلك الأرباح من المغرب إلى الخارج مسألة المنازعات القضائية مسألة يعني مجموعة من الأسماس المرتبطة بالعقر وهذه الأشياء إن المنظومة يجب أن تكون منظومة جاذبة لأن باش نقنع اليوم مغاربة للعالم بالإضافة لأننا عندهم الرابط الأسري مع الوطن الرابط لهوياتي مع المغرب إذن خاصة يكون حتى الرابط على مستوى جزء بالكفاء يكون على مستوى هذا الروابط الأخرى وبالتالي خاصة الاشتغال بشكل كبير على هذه الأشياء لأن اليوم بحيث كنا نعزز الجاذبية ما كنا نعزز فقط باتجاه مغاربة العالم لأن هذا بين الأهدف دينا و لكن في نفس الوقت كنا نعززها بشكل عام لأننا بحاجة أيضا للإستثمارات الخارجية ككل و في مقدمتها بطبيعة الحال لإستثمارات الموجهة المغرب و كان نظن مؤخرا غيم على مساوى صناعة السيارة بحيث تم عرض أنا و صاحب الجلال لنموذر السيارتين أحدهم المغربية والأخرى لأحد مغاربة العالم يعني كانت رسالة واضحة اليوم يعني قدم المساوى مغاربة العالم و مغاربة الداخل على قدم المساوى ولا يمكن المغرب إلا أن يمضي على هذ القدمين ربما يمكن لنشي بقدم واحدة شكراك سيد بدر زاهل أزرق سيد دريس اليازامي أتحن على هذا الحديث لربما تحضرني في الذاكرة دعوة جلالة الملك لأحداث آلية خاصة بمواكبة الكفاءة المغربية في الخارج و المواهب المغربية في الخارج طبعا في انتظار أن تكون هناك طبعا مسألة تفعيل لهذه المبادرة ما التحديات التي يطرحها هذا المسار مسار يُعنى باجتذاب هذه الكفاءات أن تأتي أن نستفيد من خبراتها في مشاريع أساسية بالنسبة للمغرب التعليم والصحة أساسا وبسالحة هناك ممارسات فضلة يعني تقع في المغرب في هذا الميدان ولا بد يعني فقط من سنظن يعني محتاجين لتقييم عميق ودقيق لهذه التجارب سأخذ يعني لو سمعت يعني تجربتين تجربة أولا هي تجربة الجامعة الدولية للربار الانترناصرون الدربار هذه جامعة كفاءة مغربية مغاربة العالم بالأساس يعني من بلورة الفكرة إلى تسيير الجامعة الآن إلى كل يعني إلى تطور هذه الجامعة في ميدان الصحة الآن يعني هناك دينامية يعني انطلق يعني 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 الرعاية التي الصحية هناك عدة مستشفيات جامعية يتم بناءها الآن وحسب كل معطاية المتوفرة هناك اندماج مغاربة العالم في عدة مستويات فات دينامية يعني بناء المستشفيات الجامعية وتحضير يعني المستقبل هذه المستشفيات الجامعية لكن ما أهمية وجود عرض حكومي مغري لأنه هناك تنافسي على الكفاءات على المستوى الدولي يعني ومنها كفاءة مغربية في الخارج والله لغسنا يمكن برنامج آخر لنناقش على الفاعلين يعني الفاعل حكومي أساسي يعني الفاعل الثاني اللي أساسي كذلك هو الجامعات السورابية وهذه أحدايا أظن مكتسبات النقاش الأخير ولكن هناك يعني في القطاع الخاص هناك فاعلين مثلا يعني الأرباب العمل يعني عندهم دور أساسي الأبناء المغربية عندها دور أساسي يعني هناك فاعلين خواص في ميدان الهجرة لابد كذلك من النقاش معهم وتعبئتهم كذلك الإطار المؤسسي الحالي الآن طبعا هناك مقتضايا دستورية من أجل طبعا تمثيلية مغاربة الخارج كيف ينبغي أن تجسد هذه التمثيلية ولديهم حقوق أين وصلنا في هذا المسار حقوقهم في فيما يتصل أيضا بالمشاركة في المؤسسات التمثيلية وأشياء من هذا القبل يعني بالنسبة لك يعني هناك بند واضح في الدستور المغربية يقول أن كل المؤسسات الدستورية يعني الحكامة وحقوق الإنسان لابد من حضور أعضاء من الجاليات المغربية بالخارج يعني هذا لا يمنع كذلك أنه منغرج على المستوى للجماعات السوربية يعني في كل لا على مستوى الجهات ولا على مستوى يعني المدن هناك آليات كذلك للحكامة استشارية وكذلك أن نطور ونقوي حضور مغاربة العالم على هذا المستوى هناك قانون يعني المجلس الجالي من غير بالخارج هناك كذلك قضية المشاركة السياسية والتمتيلية السياسية بصراحة يعني هذه قضية كذلك خصها وقت طويل ولكن بالأساس هناك الآن الظاهر في الواقع أن هناك مسلسل اندماج مغاربة العالم في مجتمعات الإقامة يعني هذا باين يعني في كل المجتمعات بروز نخب سياسية من أصل مغربي في دول الإقامة وأضنون هذا كذلك لا بدخل يدفعنا التفكير في قضية المشاركة السياسية بعيون مختلفة وجديدة نسبيا متفائلون أنه بتعاقب هذه الأجيال لن تطرح إشكالية العلاقة بالوطن الأم لا أدول لابد من تفكير في تقوية العرض ثقافي المغربي في تقوية يعني الحلم المغربي في أشراك في أشراك مغاربة العالم في الحلم المغربي في الطموح المغربي وبصراحة من سبيلية قطر ما وقع في قطر نموذج يبين أنه هذا في إمكاننا وهناك كما قلت ممارسة فضلة في جوانب أخرى تتبين بأنه هذا مجرد في كرة القدم يشير أيضا ربما إلى أنه من الممكن اجتذاب الكفاءات المغربية في الخارج وكاننا ما حدث في قطر أي قضى أي قضى تلك الروح الوطنية التي كانت ساكنة في روح عادة كبير من مغربة العرب رأينا حين انتشرت المغربية أفراح في باريس في بروكسل في إيطاليا في نيويورك في طورنطو يعني في كل المدن وهذا دليل على أن بالموذجة معارض ثقافي يمكن أن نستغلل أيضا البوابة الرياضية اليوم من أجل تقوية هذا الرواب سياسة استقطاب ممكنة إذن يعني كاينة الحقيقة هناك سياسة استقطاب رماشية يعني وموجودة ممكن خصصات سخوية يعني وممكن كذلك استكشاف طرق جديدة للمساهمة مساهمة مغربية العالم في الأوراش التنمية يعني ولا بد من يعني أن يعني نقوي العلاقة وهذه قضية كذلك على مستوى الصحافة على مستوى الإبداع على مستوى الإعلام شكرا جزيلا لكم أستد إدريس اليازامي رئيس مجلس الجانية المغربية بالخارج على كل هذه التوضيحات في الواقع الموضوع يستحق حلقات وليس حلقة واحدة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا على ساعة صدرك نشكر أيضا أستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في القانون والاقتصاد على مشاركته القيمة معنا بإمكانكم مشاهدين الكرام العودة إلى هذه الحلقة والإطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي دوت كوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة